الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا متواصلين مع ندوتنا المباركة التي عنوناها البيت السعيد وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عودة العوايشة فأهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل شكرا وكذلك فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله الموصلي فأهلا وسهلا بك شيخنا العزيز حياكم الله وبركات الله فيكم شيخنا أريد أن أنتقل لشيخ حسين عندي عاصفتان هناك عاصفة نارية هذه العاصفة نارية يا شيخ في الحياة الزوجية انفعالات وغضب ربما تنتهي بالضرب والطلاق فأول شيخ بدنا العاصفة نارية بعدين نتكلم عن عاصفة الثلجية العاصفة الثلجية عبارة عن البرود العاطفي والجمود بين الزوجين نظرات مؤنبة نظرات قاتلة إهمال لأحدما للآخر مما كما قال الشيخ عبد الله تؤدي إلى أسرة منفكة وتفكك الأسرة سبب لتفكك المجتمع فيا شيخ الله يجزي خير بدنا تتكلم عن هاتين العاصفتين حقيقة ينبغي للأسرة للرجل المرأة أن يعلموا مقومات السعادة وسباب يعني السعادة في الدنيا والآخرة هي بالتفاهم هذه مثلا قضية بين النظرة النارية والنظرة الثلجية والعاصفة النارية والعاصفة الثلجية تكون الوسطية ويكون الاعتدال ويكون تقوى الله سبحانه وتعالى الحقيقة المرأة حينما تكون هذه العواصف من قبل الرجل للمرأة ومن قبل المرأة للرجل فيها اعتداء والله عجل لا يحب المعتدين الله عجل وصى الرجل للمرأة ويقول النبي عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهذا المقياس وللمرأة إنما هو جنتك ونارك فحينما بالفعل تكون هذه العاصفة من قبل أي منهما فيكون هذا هو دمار البيوت يكون الدمار عياذا بالله عز وجل هذا عكس ما كان عليه سعدة حينما جاءت إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما راجت ورأت متماعر الوجه قالت ما لك لعله قد رابك منا شيء يعني إن كان ذلك فنعتبك قال لا ولنعم حليلة المرء المسلم أنت ولكن اجتمع عندي مال كثير قالت يعني ما يغمك منه ما يقسمه بين الأقربي ما أبقى قاربي أنا بينها أقربيك أنت فسعر خازم كم أربعمائة ألف درهم يعني سبحانه القريب من نص مليون يعني أنفق لاحظت النظرات الشفافية إذا اعتاد الإنسان دائما العاصف النارية يعني نيران متأججة لا يكون عنده الذوق ليميز يعني الخطأ من الصواب وإذا كانت بالفعل عاصف ثلجية دائما يعني يتوقف التمييز ويموت التمييز لكن إذا كان عنده الاعتدال وتقوى الله عز وجل أي شيء يكون عنده التمييز إنه والله اليوم رفعت صوتي على زوجتي بغير حق يأتي إليها مسامحيني وكذا لكن إذا كان معتادا من هذا الأمر هي المشكلة حدثني يعني بالفعل سمعت قصة وهي من واقع الحقيقة وحقيقة الواقع كما يقال أن رجلا عياذا بالله كان يعني عنده الأخلاق الطيبة لكن كان مبتلى عياذا بالله عز وجل يعني بالسكر نساء الله لكن عنده بعض الأخلاق الطيبة في التعامل لكن كان هذا يمارسها المنكر وحينما يهدأ ويذهب عن هذا السكر تكون عنده دمة الأخلاق كما يقال يعني صحي التعبير فجاءت زوجته ذات يوم وسجلت له يعني كان شريط كان هناك شريط مسجل بالسب والشتة والشتم وكذا فلما ذات يوم كان في وضع ما شاء الله وضع طيب وكان في هدوء جاءت له فتحة المسجل وبأخذ يسمع أنا أنا هذا أنا فسبحان الله كان سبب استقامته وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى فأنا الآن أدعو كثير من الزوجات وكثير من الأزواج إلى التسجيل لا لأخذه إلى المحاكم بل نسخة خاصة للطرف الآخر للشريك ليس من باب ممسك على الزوجة أو على الزوجة إنما لغة للتواصل لا للتواصل يعني هذه حقيقتك لأن الإنسان أحيانا لا يصدق أنه يبدر منه هذا الكلام هذا بالنسبة لقضية الحقيقة إلى العواصف النارية لا يميز مع مدى الأيام مع مر الأيام اعتاد اعتاد ومن الغلط أن يعتاد لأن الخير عادة أما الشرعي لجاجة لرجة السفينة لكن الآن اعتاد أصبح هذا وكأنه يعني شيء عادي جدا كبعضهم مثلا أحيانا وقال المرأة وهذه الحليب يا بقرة أو ما يعني الاستعمال هذا التعبير استعمال كلمات يعني جارحة طيب شيخنا العاصفة الثلجية البرود يعني القاتل بين الزوجين أليس يعني هذا البرود سبب لتفكك الإسراء أيضا كذلك هذا وكيف يعني كيف نتفادى البرود أنت قلت الوسطية شيء جميل يعني هل هناك وسائل نتخلص من هذا البرود الأسري أعظم وسيلة ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وعندي تفسير للحديث قد يكون الذنب من الطرفين لكن واحد هذه نقطة جدا جميلة لنقاء بعض مرات الواحد يلقي التبعات على الثاني وقد يكون السبب الاثنان معا هذا صحيح وما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما وما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه فلما تكون القضية مبنية على أساس تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعة رب العالمين والعلاج بالقرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور والسنة فيها شفاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للأزواج رحمة للزوجات رحمة للهيران حقيقة هذا هو العلاج فهذا البرود والعواصف الثلجية تدل على موت القلوب عياذا بالله ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت شيخ الآن العاصفة النارية تكلمنا عن قضية الضرب متى يحق للرجل أن يضرب زوجتها وهل يعني لابد أن يضرب قضية الضرب يعني الآن كثير من الأزواج يستعملوا هذا الأسلوب أسلوب الضرب والتسلط يعني نريد أن نتكلم يعني بلحظات يا شيخ مش دقاء ماشي هو حقيقة الأصل أن لا يكون هناك تعامل في الضرب لكن إذا كان هناك نشوز من المرأة وكان لابد من قضية الضرب فلا يقبح الوجه ولا يضرب يعني الوجه إن كان يعني هذه آخر وسيلة آخر وسيلة يلجأ إليها وهذا قد ينكر بعض الناس قال الله أكبر أين حقوق المرأة وأين وأين وهذا الذين ينكرون قد يستحملون أحيان أشد أنواع السلاح لرجال والنساء من قتل ومن تدمير وحينما ينظر المرأة يقول لك كيف تفعل وهم أنفسهم يعني قد يقتلون وقد يفعلون المصائب حقيقة يعني ويعذبون ويفعلون فهذا الأمر هو آخر علاج نفترض الآن أن هذه المرأة يعني يسبق هذا الضرب بتوجيهات أولا في بيت أبيها وفي بيت أمها وفي المدرسة كذا ومن خلال مشايخ وخلال علماء هذه التربية فتأتي في مراحل فحينما تأتي للزوج في أي سن ومتى يكون يعني في أي يعني مرحلة من المراحل مرحلة من مراحل التربية والتعليم التي تربتها وتعلمتها فالآن تأتي عند الزوج قد يلزم الآن الضرب كما يلزم ابن عمر رضي الله عنه كان يضرق ابنه على أيش هل نحن في اللسان ليقوم اللسان هل يقوم اللسان وهذه قضية الحدود لابد منها حتى من ينكر في القوانين الوضعية الآن عندهم يعني عقوبات معينة الشيخ الشيخ نترك العاصفتين ونخرج بسلام إلى الوسطية بين العاصفة التلجية والعاصفة نارية شيخ لغة التواصل والعناق هذه اللغة تود إلى الوفاق والاتفاق وتقطع حبال الفراق والطلاق يا شيخ نريد أن تتكلم بجمالية باسلوبك الجميل عن هذه اللغة الحقيقة يعني لابد من أن يكون الكلام في تركيبة متكاملة هناك يعني في الحياة يعني لنقول محطات جميلة وفي الحياة أيضا محطات فيها تكدر وكذا يعني المحطات التي فيها التكدر قد لا يستطيع الرجل معها أن يبرز يعني أحسن ما عنده من ألفاظ وأفعال والآخره والمحطات الجميلة يستغلها الإنسان لزيادة المحبة والود لنقلنا أحن وجعل بينهم مودة ورحمة يعني من هذه الرحمة تثبت ابتداء والمودة تثبت ابتداء ثم تزيد الآن قضية لغة الوصال لنساء من يقول التواصل الجميلة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي يعني ما بين الوضوء والصلاة قبله وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم الشهاد من كلام أن القبلة هي لغة التواصل لكن هل تكون هذه في كل الأوقات لو كانت في كل الأوقات أورفت السآمة فلابد من اختيار الوقت المناسب يعني في وقت مثلا غضب المرأة أو المرأة في وقت غضب الرجل الشديد أحيانا المعاملة جميلة قد لا تكون جميلة في ذلك الوقت اختيار هذا التصرف في هذا الوقت المناسب يؤدي إلى المطلوب في أوقات كل من الرجل المرأة له إدلال وله نشوز يعني الدلال الدلل على الآخر وله نشوز يعني نفرة يعني رب عز وجل لما تكلم عن نشوز المرأة قال وَلَا تِتَخَفُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ زي ما تفضل الشيخ القضية الضرب هذه مثلا هذه اللغة التواصل لكنها لغة التواصل من أجل الحد من غلط معين قد يستمر ويستشري ويدمر المرأة يدمر بيثها من الخاسر الأكبر عندما يحصل الطلاق الغالب أن المرأة هي الخاسر الأكبر وكذلك البيت الأولاد طيب إذن لابد من التدرج يعني واستعمال ما يحد ويمنع لا شك أن الإسلام يعني رب عز وجل ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل مفاسد وتعطيلها الآن هذه مفسدة عظيمة ستحصل البيت إذا لم يستعمل الرجل أحيانا هذا الحد قال رب عز وجل والتي تغهبون نشوزهن فعظهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن لكن هل أنتقل مباشرة كلما أخطأت المرأة تستحق الضرب لا ما قدم القرآن بهذه أولا العظة يعني أنك تقول لها كلمات تتحول معها إلى الصواد الحقيقة إخواني لا يحتاج إلى الضرب الإنسان لا يحتاج إلى الضرب إلا في أوقات استثنائية والحقيقة أن المعتاد على الضرب بين الرجال وأنا مع احترامي لإخوان الرجال ضعيف كل رجل يستطيع أن يدر المرأة المرأة ضعيفة الآن الفرق بين رجل وآخر رجل أحيا في زوجته الشعور عودها على أنه أنها تفهم على النظرة غضب منها أعرض بوجهه قليلا غضب أشد أعرض أكثر جميل هذا الرجل لو كانت المرأة بين أهلها مثلا فأخطأت خطأا فنظر إليه نظرة يعني واضح فأحرجت بينما الذي يضرب زوجته دائما أخطأت المرأة بين الناس فضربها فما تأثرت بينما أمرأة أخرى يعني الرجل عودها وعلمها وأربى فيها الشعور لو نظر إليه نظرة يعني فيها نوع من الغضب قد يؤثر فيها أكثر بكثير فكيف لو تكلم معها كلمة فلا يحتاج إلى الضرب إلا إذا كان هو يعني ما قدم هذا الجانب يعني لغة الاستقبال تطرق الباب فإذا بالزوجة تستقبل وكذلك الزوج يعني الوداع أيضا شيخ الابتسامة العطاء والعطية أنا أرد أن نبه إلى قضية وهي قضية التواصل قد يكون كما تفضلت عند الاستقبال وقد يكون تواصل في الحال وقد يكون طيب كيف يتواصل وهو غضبان يعني هل في لغة لنقول كما ذكرت قبل قليل فنون التعامل عند الخصام أنا أقول إذا كان عند الخصام لابد من فهم التعامل مع الآخر لابد من أن تختار الوقت المناسب للتصرف المناسب الكلمة الجميلة والطيبة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جاء بقصعة فيها طعام في ليلة عائشة رضي الله عنها طيب هذه التي جاءت هذه ليلتها وليست ليلة تلك فضربت القصعة فكسرتها طيب هذا نبي الله إذا تكلمت عن الرجولة فلا تسأل عن هذه الرجولة نبي عليه الصلاة والسلام في حنين كل ناس يعرف الناس تراجعت وكذا فصعد إلى شف الجبل وقال أنا النبي لا كذب أنا أبدو عب ويضرب بغلته حتى يمسك أبو سفيان بن الحارث لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام انطلق باتجاه العدو ما معه أحد لكن في وقت هذه الرجولة على النفس أن تملك نفسك عند الغضب هذه حقيقة فتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى التصرف من عائشة قال غارة أمكم قصعة بقصعة وطعام بطعام يعني هاتي قصعة مكان قصعة والشاهد من كلام اتصرف في لغة التواصل عند الغضب هكذا فكيف إذا أردت أن تعرف أخلاق المقابل أغضبه وانظر ماذا يتصرف فأخلاقنا الأصل نحن معاشر المسلمين المقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام هي الأخلاق التي عند الغضب تكون هكذا فكيف عند الرضا لما تكون غضبان تحسن فكيف عندما تكون راضيا لا تنظر إلى حقك أنت وحدك لا تنظر إلى رغبتك فقط لابد من إعطاء الآخر حقه الكامل وإذا فعلت ذلك فأن الآخر سيشعر بهذا شيء ولن يبخل ما عليك بعد ذلك والزوج الذكي أن يعرف مشاعر الزوجة وأسرار الزوج يا شيخ ننتقل إليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر شو قضية الغيرة الزائدة يا شيخ؟ يعني بعض ما النساء عندهم غيرة زائدة تنفجر من مجرد نظرة تتأثر وتحدث مشكلة نريد أن نتكلم عن الغيرة متى تجيب الغيرة؟ متى لا بد الغيرة تكون موجودة؟ ما هي الغيرة المحمودة شيخنا؟ ذكر العلماء في مثل هذا المقام بعض الغرائز التي جبل الإنسان عليها ووجدت فيه مثلا قضية الغيرة وقضية الغضب لو كان مثلا الغضب لو لم يكن موجودا في الإنسان ينتهك عرضه وهو يتفرج وهو يضحك يسرق ماله وهو أيه؟ ينظر تحتل بلاده وهو ساكت صامت فهناك تجذيب الغريزة ليس هناك الحقيقة يعني الغضب ليس وجود الغيرة نفسها حتى لا نطيل نرجع إلى قضية الغيرة وجود الغيرة هي عبارة عن غريزة لو استعصلت هذه المصيبة الإنسان لا يغار على عرضه حينما ينتهك وجود هذه الغيرة إيجابيتها كبيرة إذن المطلوب هو التشذيب والتهذيب والاعتدال في مسألة الغيرة فإذا زادت على حدها إشكال وإذا كان هناك تناقص إشكال استعمال الغيرة في مكانها الصحيح وموضعها المليح شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى الغيرة شيء جبلي شيء فطري استعماله الإنسان الحقيقة في المواطن التي أمر الله سبحانه وتعالى الرجل يغار على امرأته لا يريد أن يعتدى عليها لا يريد أن يعني حقيقة أن يطمع فيها الناس يغار عليها في لباسها في مظهرها هذه غير محمودة غير محمودة والمرأة كذلك تغار على رجلها على زوجها يعني الغيرة الصحيحة مثلا أن لا تقبل منه أن يفعل الفاحشة أن يزني عياذا بالله أن يقارف تريد أن يكون لها لآن شرع الله عز وجل مسألة التعدد مثلا فينبغي أن تتقي الله عز وجل في هذه المسألة طبعا ضعف المرأة وكذا هذه المسألة يعني لا نريد الآن يعني أن نخذ فيها لكن إذا وقع في الفاحشة فيجب عليها أن تكون غيرها إحدى المساء ذات يوم قالت لي يفعل الفاحشة ولا أريد أن يعدك مثلا هذه طاعمة وجهة الرجل قال أزني ولا أتزوج الثاني قال لا أزني ولا تتزوج الثاني سبحان الله الغيرة الحقيقة لإعتدال في الأمر من قبل الرجل على زوجته ومن قبل الزوج على الرجل لأنه إذا كانوا يالك غلو واعتداء والله جل لا يحب المعتدين فالاعتداء في الغيرة من قبل أي منهما يؤدي إلى سلبيات وإلى إشكالات كبيرة جدا قد تؤدي الغيرة حان إلى القتل قد تؤدي إلى الكفر الكفر عيادا بالله عز وجل فالاعتداء الطيب والوسطية في مسألة الغيرة وأخذ ما يسرع من الغيرة وترك ما يمنع هو الحل والتفصيل في ذلك كثير لكن هذا يعني كلام وجمع شيخ الورد الزوجة أو الفتاة خلنا نتكلم عن الفتاة يعني الأنثى هي وردة وردة إذا بلغت يعني كمالة فتحها وسن الزواج أقصد الخطاب يتقدمون لها ويريدون أن يقطفوها ليزرعوها في بسانتينهم شيخ لكن هناك تحول يعني أمور تحول بين الزواج أسباب إما هذه الأسباب تعود للأب بعض الآباء يتمسكونها بالفتاة لأنها تريد أن تكمل الدراسة أو أنها بعد ذلك تعمل وربما يريد أن الأب يستفيد من مرتبها وبعض الفتيات هدانا الله جميعا يعني وهداهن تتمسك وتريد الزوجة المثالية مقاييس عالمية مواصفات فمثلا تريد مهندس وصاحب سيارة وصاحب البيت وهذه النظرة الفوقية هل هذه سبب من أسباب تأخر زواج الكثيرات والكثيرات من الفتيات يا شيخ؟ هناك أسباب كثيرة لتأخر الزواج منها بالفعل يعني تريد فارس أحلام ضمن مقاييس وضمن مواصفات معينة وهذا موجود عند الرجال كما هو موجود عند النساء وهذا يكون سبب حائل في واقعية الزواج وفي تحقيق الزواج وفي الإحصان يعني خياليات وليست أمورا واقعية المقاييس الصحيحة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا مانع الحقيقة من أن يكون عند الرجل يعني أن يطلب أمورا معقولة وللمرأة أن تطلب أمورا معقولة لكن علي على الجميع أن يحذروا من المواصفات الخيالية أو من الأمور التي تضادوا شرع الله سبحانه وتعالى المقياس أن ترضى بالدين والأخلاق ربما يعني كان بعض النساء بعض الأخوات يقول نريد يعني طالب علم نريد فيتقدم لهم ويتقدم وتتأخر وقد تكون يعني بالفعل عندهن لا شك أن طالب العلم هذا شيء مطلوب يعني أن يكون طالب علم هذا طموح يعني طيب لكن من الناحية الواقعية تصلت علي أو هاتفتني إحدى الأخوات فقلت لها يا أختي إذا يعني المرأة قد يعني تضطر أحيانا إلى إحصان نفسها وإلى يعني سلوك وسلوب العفة بأن ترضى بمن ترضى دينه وخلقه إذا لم يتحقق هذا المطلق قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكن المهم يعني أن يكون هذا الزوج يعني بمواصفات يرضى الله عز وجل عنها فسددوا وقاربوا وبالفعل كان علاجا لعدد من الأخوات تأخر بهن الزواج بسبب هذا هذه ضربت مثالا على هذا النوع من يعني نساء وفتيات فضيات طيبات ما شاء الله ولا نذكر الله لكن الإسكال أحيانا تكون الطلبات يعني خيالية أو فوق الخيال مواصفات يعني في الوسامة في الحسن في الشهادات في كذا ينبغي أن لا يكون الحقيقة ينبغي أن يكون نظر الأول تحقيق مرضات رب العالمين لأن هذه المرأة لو توفيت وهي عياذا بالله تمارس الفاعشة أو تعشق فلالا أو زيدا لأنه قد تأخر عنها ولأنه لما لبيت رغبتها الجسدية هذه أكبر جريمة وطامة لكنها لا تعاب لو تزوجت أي رجل مسلم عبد صالح بل بالعكس هذه يعني من الخصائص الطيبة المباركة وما تدري ماذا يكون يعني من شأنه عند الله عز وجل يعني السعي حقيقة للنجاة عند الله سبحانه وتعالى السعي للنجاة من الرذيلة كثير من الناس بسبب عدم الزواج من شاب يعني شباب وشابات يكون اللجوء إلى العشق إلى الممارسات الفاعشة إلى الحب وهذه اللغة نريد أن نتكلم عنها مع الشيخ عبد الله الشيخ حسين أوصلنا إلى باب الحب الغير الزائدة شيخي الشباب يقول أنا لا أتزوج إلا عن طريق الحب ونفس الشيء بعض الفتيات يقول ما أقتنع بحياة زوجية بدون حب نريد أن نتكلم عن حب بلا زواج وزواج مع حب وأيضا زواج بلا حب هل يعني يشترط الحب ضروري في الزواج فلغة الحب سواء قبل الزواج بعد الزواج أثناء الزواج نريد أن تتكلم عن هذه القضية شيخ كثير من الناس ولسيما الآن تأثير الفضائيات وتأثير وسائل الإعلام المختلفة أنه لا تتزوج المرأة إلا من تحب وهذا الرجل زوج ابنته رجلا لا تحبه كثير من الناس قبل ظهور هذه الفضائيات وكذا كانت تتزوج المرأة لا يراها ولا تراها إلا ليلة الزواج وبعد ذلك يعني المرأة تؤدي ما عليها على وجه كامل بل على العكس يعني يكون بينهما من المحبة وكل هذا يحصل بعد الزواج المهم أن كما تفضل الفضل الشيخ الوالد يختار الرجل يقبل الرجل ذو الخلق ذو الدين لأنه يعني لأن الدين يمنعه من الظلم والخلق يكون يعني كريما معها كريما الطباع إلى آخره بعد الزواج ينمو هذا الحب الزواج الذي يكون قبل المحبة التي تحصل بدون زواج هذه لا شك أنها مدمرة لأنه إذا حصل الحب بين اثنين سيحصل بعد ذلك تواصل هذا محرم وبالتالي يعني ووقوع مثل هذا الأمر وتطوره يدمر كل المجتمع لأنه إذا ظهر في المجتمع شيء من ذلك وبدأ هذا الشيء يظهر بشكل تدريجي حتى ينتشر يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا يش إلا أخذوا إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا كارثة كبيرة الزواج بدون حب أو يعني نعم زواج بدون حب هذا في البدايات قد يحصل لا يمكن أن تكون مرأة لا تعرف الرجل ولا يعرفها ويكون حب سابقا للزواج لكن الزواج سبب في الحب كما ذكرنا من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فما تقوله وسائل الإعلام مخالف الذي خلق هذا الإنسان وركبه وعلم حقيقة هذا الإنسان لو فلد أنه وجد هذا الزواج بدون حب أو وجد حتى نوع من الكر فعلى الرجل وعلى المرأة أن يصبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن المؤمنة إن رضي منها إن سخط منها خلقا رضي منها آخر يعني هذه المرأة كاملة هو كامل لابد من هذا وبالتالي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى النظر إلى الإيجابيات الموجودة في الطرف الآخر حتى لو كره بعض الأشياء يعني بعض النساء مثلا قد تكون لغتها صعبة لا يحبها يعني صوتها يكون فيه يعني أشياء لا يحبها ولكنه ينظر إلى الجوانب الأخرى كم هي يعني الألينة معه كم هي تحتمل أذاه عليها تصبر عليه تصبر على أولاده ربما لو كانت مرأة أخرى لا تحتمل مثل هذا الأمر تترك له البيت وتضع المسؤوليات عليه إلى آخره فيحتمل إذن يعني قضية لو وجد هذا الكره استمر ولم يمكن إزالته ولم يمكن احتماله فحينئذ قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته يعني بعض الأهل الأديان الأخرى لا يجد حلا لمشكلته الأسرية إلا في أن يسلم عنده مشكلة أسرية يسلم من أجل أن يحل مشكلة أسرية يعني في بعض الأوقات أنت تظلمها إذا بقيت معك لا تحتملك وأنت لا تحتملها ربما تجد آخر يحتملها هذا إذا لم يمكن البقاء وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة سخط منها خلقا لكن إن كان إن اجتمع الزواج والمحبة فهذا سبب لدوام العلاقة سبب لنمائها سبب لذرية صالحة لأنه إذا تفرق الأبوان ما الذي يحصل يعني قد يأتي يا شيخ الحب بعد الزواج لا يشترط أن يكون الحب قبل الزواج هو هذا الأصل بل القرآن نص على ذلك لأنه قال لتسكنوا إليها وجعلها ما قال وليكون محبة لا قال وجعلها لأن هذا الشيء الله عز وجل وجده لماذا؟ حتى يستمر للجنس الإنساني لو أن البشر إذا تزوج أحدهم الزوجين من الآخر لم يتحب ولم يحصل بينهما البصال تنقطع هذه البشرية لكن الله عز وجل يعني أوجد هذا إذا وجد الحب في الزواج فهذا أكمل يعني الأمور وإذا قلت المحبة بقيت الرحمة نعم وحصلت السكينة ننتقل إلى الشيخ شيخ حسين نتكلم عن المحاكمة الشرعية قضايا الخصومات الزوجية يعني واحدة تشتكي من صواعق زوجها شتما وسوءا وضربا وأذى وأخرى دموعها على خدها لا تفارق خدها ليش يا شيخ لأنها معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة هذا حل يعني كثير من الزوجات وثالثة لديها صبية صغار يسيرون خلفها كالقطار يعني طلقت وبعض مرات الزوجات يعني يسحبن أزواجهن إلى المحاكمة ومشاكل زوجية لماذا نسب الطلاق والخصام والمشاكل الزوجية في المحاكم حتى بعض مرات تجد هذه المشاكل أكثر من قضايا الزواج في نفس المحكمة الواحدة شيخ هذا بسبب عدم تحكيم شريعة الله بسبب سوء التربية بسبب يعني سوء الأخلاق عند الأزواج والزوجات قد يكون الخلل من الرجل قد يكون الخلل من المرأة قد يكون الخلل منهما حقيقة ضعف الدعوة إلى الله عز وجل الدعاء ينبغي أن يكون لك حقيقة تكثيف في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحسن خولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله عز وجل في تفهيم الناس أمور دينهم هناك حقيقة نهي عن البيع في الأسواق كما في بعض الآثار إلا أن يتفقها في الدين والنكاح يحتاج إلى تفقه في الدين النكاح والزواج يعرف الإنسان ما له من حق ما للزوجة من حق أن يتقي الله في أسلوب التعامل التعامل والكاضي من الغيض والعافية عن الناس لكن في أي إشكال مباشرة يعني يكون في الحدة ويكون في الغضب والمسارعة إلى قضية المحاكم مبدأ الذهاب إلى المحاكم يبتدى عن تأتي بالإشكالات لأن هذا عبارة عن تحديات بينما الأصل حقيقة يعني الله عز وجل يأمرنا إذا حصل شيء في التنازع أن ماذا نفعل فلا وربك رأينا حتى يحكم يمكن هذا عبارة عن شيء ودي يذهبون إلى الناس من أهل العلم كذا سؤال جواب عن طريق الهاتف الرجل والمرأة يفتحون مكبرة الصوت وماذا تقول في كذا يعني على سبيل المثال فلكن لا يكون الأمر مباشرة يعني في الذهاب إلى قضية المحاكم أن مبدأ هناك التشكي والتسخط قد يكون هناك افتراء في هذا الأمر هذا من شأنه أن يجعل الحقد وأن ينمي ذلك ويكون سببا يعني في التسريع في الفراق والطلاق وإنما القضية لابد الحقيقة فيها من مراحل فإن كان من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى وكان يعني يريد إصلاحه يوفق الله بينهما فالله أما إذا كانت النينية مبيتة للإشكالات والتصيدات فلا يزيد الأمر إلا يعني مصاعب وطالبات شيخ هناك يعني زواجات لم تستمر إلا أياما ربما زواجات أشهر أليس للأب أو المستشار المستشار هذا الذي يعني تستشيره قبل الزواج أنا أسميه المستشار الخائن يا شيخ أليس لهما دور بعد مرات الأب خلص لا يسأل يعني ولا يتحرى وأيضا بعد مرات المستشار تسأل يعني شو رأيك في فلان والله ما شاء الله عليه وخلص دون تحري دون أن يكون أن ينقل الصورة بأمانة أليس لهما دور في هذه المشاكل والله أنت فرعتني بقول الكلمة المستشار إلى شيء يعني شوي سأذهب بعيدا أو قريبا لقصة أم الهيثم لأن النبي عليه السلام جاءه أبو الهيثم رضي الله عنه فقال عندك خادم يا أبو الهيثم قال فإذا جاءنا سبي فأتنا فأتي برأسين لا ثالث لهما فقال اختر يا أبو الهيثم قال اختر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام المستشار مؤتما المستشار مؤتما فقال خذ هذا اختار له قال فإني رأيته يصلي واستوصبه خيرا فأخذه أبو الهيثم رضي عنه مضى جاء إلى زوجته قال ذكر لها القصة قالت ما أنت ببالغ وصية النبي عليه السلام حتى تعتقه ما أنت ببالغ وصية النبي عليه السلام حتى تعصي بيطلع يخرج منك كلام قال لك استوصبه خيرا فإني رأيته يصلي هنا هنا أم هيثم رضي عنه توصي إلا أن تعتقه قال هو حر لوجه الله فأعتقه فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال عليه السلام ما بعث الله من النبي ولا استخلف من خريفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتناعى المنكر وبطانة لا تأله خبال لا تقصر في إفساده لا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي ومن وقي فالنبي عليه السلام أتى بهذا المثال العظيم على قضية الخلافة وعلى قضية الحكم وعلى قضية بطانة النبوة في المرأة بالمرأة يعني هذا حديث ما بعث الله من النبي والاستخلفة من خريفة إلا له بطانة لان هذا مناسبته حديث أم الهيثم رضي الله عنها رضي الله عنه وعن الصحابة أجعين إذن المستشار دور لهذه المشاكل الزوجية نعم قال المستشار مؤتمن وأتى بمثال على قضية كيف أن هذه المرأة هي قضية البطانة مثل عليها على القضية النبوة والخلافة على بطانة الأنبياء والمرسلين عليه السلام وبطانة الحكام والخلفاء بالمرأة يعنيها عبارة عن دولة مصغرة وراء كل عظيم امرأة وراء كل شريط المرأة ونفسها أدنى مداخلة من النخ للشيخ عبد الله في سؤال شيخنا بارك الله فيكم ما صفات الزوج الناجح وصفات الزوجة الناجحة أزاكم الله خير الحقيقة أول ما ينبغي أن يكون متصفا به الزوج والزوجة وهذا أمر قد يكون مكتسبا إلى حد ما الحكمة في التصرف والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ذات العواقب الحسنة فعندما تتصرف المرأة التصرف الصحيح الحكيم في الوقف المناسب هذه تكسب الجانب الآخر وكذلك تكسبه إلى أن يحسن يعني ليس فقط يقبلها ولكنه أيضا يعني تجعله هو مصلحا معها الصبر لأنه لابد من أن يكون من أحد هذا بشر وهي بشر فكل منهما ينبغي عليه طبعا ما تكلمت عن حكمة المرأة فقط حكمة الرجل يعني قبل قليل ذكر فضلتي الشيخ قضيت أم الهيثم امرأة أشارت يعني هو حتى لو لم يستشرها لكنها أدت إشارة كانت سببا في أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الرجل بهذا الوصف إذن كانت سببا في صلاحه حكمة الصبر كل منهما قد يقع منهما يعني الخطأ من إذاء الآخر بقصد أبغي القصد فهذا الصبر هو الذي يكلل هذه الحياة بيش؟ بالصيانة من الوقوع في الزلل يعني مثلا الرجل صدر منه تصرف سيء معين بسبب غضبه وسبب كذا فصبرت واحتملت وانتظرت وما حاولت أن تعالج الموقف في وقت غير مناسب بل انتظرت وصبرت حتى إذا كان الرجل في حال جيدة كما ذكر الشيخ قبل قليل جزا الله خير مسألة أن مرأة صورت لزوجها طيب هذا ماذا فعلت؟ ما أتته في نفس الوقت الذي هو غضبان فيه وإنما جاءته في الوقت الذي يتفهم معها هذه القضية واختارت قضية الصدق في التعامل يعني عندما يعني مع أنه يجوز للرجل أن يمدح امرأته في غير ما فيها والمرأة تمدحه في غير ما فيه تكذب في هذا الجانب والجانب الملاطف وكذا لكن حقيقة ظهور الصدق بين الرجل والمرأة هذا يجعل الحياة واضحة ولا تتوقع المرأة في المستقبل أشياء ما كانت تتصور وقوعا من الرجل هو الصادق معها الصراحة المناسبة الصراحة المناسبة ما ينبغي على المرأة أن تكون صريحة في كل شيء لأنه قد تكون صريحة تقول أنت يعني مثلا تجد المرأة من زوجها رائحة مثلا وتصبر عليها هنا احتجنا الصبر ما احتجنا الصراحة مثلا حسب الحال المرأة ظهر من أولادها شيء معين فإذا كتمته وظهر لزوجه بعد ذلك قد يدمر البيت لكنها تختار الوقت المناسب لإخباره بإذن الصراحة تعطي البيت نوع من الصفاء نوع من الوضوح والطمأنين أنا أشعر بالأمن والاطمأنان إلى زوجتي عندما تكون صريحة معي في كل شيء لكنني إذا تعقبتها وما سمعت وكذلك هي إذا لم أكن أنا صريحة معها ربما أدى ذلك إلى إشكاليات كبيرة جدا لا يمكن التفاديها فيما بعد أن يحسن الرجل الأمور التي يجد أن المرأة تنفر منها وكذلك المرأة كما ذكر أني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب هي أن تتزين لي يعني ما المانع من أن يكون رجل قبل أن تبدأ الليلة الجميلة مثلا بأن يأخذ يعني أن يتطهر ويتطيب يعني الطيب الحسن المناسب ما يتطيب بالطيب الذي تبغضه المرأة هناك طيب يحبه الرجال مثلا العود الرجال يحبون أن يشموا العود من بعضهم وبعض لكن قد تكون بعض النساء لا تحبوا هذا فماذا يفعل الرجل هل يختار وهذا طيب وهذا طيب لكنه ماذا يفعل يختار المناسب هذا الرجل ناجح في التصرف مع زوجته كذلك المرأة تختار مثل ما ذكرنا في قضية فنون التعامل إذن الذي يحسن التعامل مع زوجته هذا الرجل أما حسن التعامل فقضية طويلة جدا الشيخ ألا يدخل المفاتيح الحلولي الزوجية عند المشاكل لكل مشكلة مفتاح ألا يدخل هذا في هذا الحقيقة أن بعض الرجال يظنوا أن المشاكل كلها لها مفتاح واحد وهذا غلط كل مشكلة قد يكون لها مفتاح مختلف طبعا لا شك أن كل واحد مننا تعرض عليه مشاكل الناس يعني بسبب المحيط الذي يحيط بنا غالب المشاكل تعود إلى الفراش نتكلم الآن عن إحصائية غالبها تعود إلى نقص عند الرجل أو نقص عند المرأة لكن من المشاكل ما ليس له علاقة بهذا يقول هناك مفتيح غالبة ما في ماستر كيز كما يقولون وإنما هناك حلول لكل بعض الرجال مثلا هو صعب المزاج يحتاج إلى أن تكون المرأة دائما يش يعني تتقي المواطن الاستدام ومواطن كذا بعض الرجال ليين وهيين وتكون مرأة على خلاف ذلك على العكس فهو دائما يش لطيف معها ودائما يلاطفه وكذا لكن هل هذه الملاطفة تصلح عندما يحصل أمر قد يدمر البيت يحتاج إلى حزم في وقته كذلك الرجل يقول أنا أريد أن أفعل كذا مثلا رجل من هذا النوع والمرأة دائما تلاطفه فجأة قال أنا أريد أن أقترض من البنك أو أنا أريد أن أتصرف تصرف معين وكذا في هذا الحال لابد من أن تتخذ المرأة والمواطن المناسب إذن هناك حلول في أقصى أحوال الصعوبة لابد من اتخاذ القرار المناسب والحزم فيها وهناك يعني الرجل في الغالب أنا أحمل الرجال غالب الحمل في المشاكل حقيقة وأنا أقول للرجل أنت إن ملكت نفسك ملكت من حولك يعني مثلا فضيلة الشيخ يأتي الطلاب يسألونه وكذا ويمكنه أن يغضب فينفر منه الطلاب ويمكنه أن يحتمل كل أسباب فكلهم يجتمعون عليه وينتظرون منه البسمة الزوجة أنت تستطيع بعض الرجال لا يستطيع أن يعرض بوجهه مثلا أنا لا أنصح إخوانا أن يعرضوا وجوههم في كل حال ولكن في لحظات معينة إذا أغضبته انفجر يعني ما عنده توسط في التصرف لا هناك حلول لابد من التدرج هناك مغلاق يحتاج إلى سن واحد مغلاق يحتاج إلى ثلاثة أسنان مغلاق يحتاج إلى المفاتيح هذا النعم شيخ أعطيني مفاتيح بدي أروح عند الشيخ حسين عشان نفتح الباب يا شيخ بدنا نفتح الباب وندخل على سؤال في البيت الزوجية النبي صلى الله عليه وسلم دائما نسمع حديث حلو جميل دائما نفرح والله واحد يقولنا بارك الله إيش إن شاء الله إحنا ما بدنا نتكلم عن التعدد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعا بينكما على خير ها دعاء جميل من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقوله للمتزوج للعروسين يا شيخ كيف تحل البركة في البيت الآن المشاهدون ينظرون إلينا كل إنسان حريص دائما يسألوا كيف البيت يكون هذا بيتا مباركا كيف تحل البركة على البيت الزوجي أو البيت السعيد نحن نتكلم عن هذا البيت البركة هي النماء والزيادة والدعاء بالنماء والزيادة فهذا لا يكون بمعصية الله سبحانه وتعالى يعني بداية العرص يكون بمعاصم يكون بخمور يكون باختلاط يكون بفجور كيف تكون البركة كيف تكون هذه البركة حتى ذات يوم إنسان كان كما يقال على اللوجه هذا وكانت كان فيه اختلاط ووقعت الشراب على هذا الشخص فقام قال أنا أشكر للأخوة على حضورهم وأخبركم أنني قد طلقت زوجتي يعني في الحفل نفسه طبعا معاصي أنه أمام الناس فقالت عبارة يعني هي له سيئة إن نكسر إيدك وكذا دعت وكذا إلى آخره إن فعلت لي لأنه اللباس سادة الآن يعني رأت أنها محرجة كيف إن كب هذا الشراب يعني في هذا اللباس أمام الناس وكذا إلى آخره فيعني هذه الحياة إن هدمت بركتها بل يعني من أول لحظة من أول لحظة كان الانهيار فالحقيقة البركة حينما تكون على طاعة الله عز وجل امتثال لأمر الله عز وجل من قبل الزوجين الله عز وجل يبارك تبدأ لا تبدأ بالمعاصي الحقيقة حتى قبل الزواج الاختيار عند الزواج ما هو مشروع في أمور الزواج كيف تكون بركة إذا كان هذا المؤجل والمعجل والمبارغ الهائلة ياش بركة يتظلم البركة وهو دائما مديون وكلما تذكر الديون نظر إلى زوجته فرأى أنها هي العائق وهي المصيبة وهي الجريمة فقضية الحقيقة تحل هذه البركة أولا وأخيرا بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة الرحمن والتعاون على البر والتقوى من قبل الزوجين من قبل الزوجين يكون التعاون والنظر لإنشاء لبنات وجيل حقيقة إذا صلحت الأسرة أو صلح هذا البيت صلح المجتمع كله وإذا فسد هذا البيت فسد المجتمع وهذا هو الواقع كما ذكرنا في حديث يعني أم الهيثم يعني رضي الله عنه هنا ما قال أبو الهيثم ونقل الصورة ومثل على ذلك كما قلنا ببطانة الأنبياء والخلفاء وراء كل عظيم المرأة وراء كل شريط المرأة نفسها فالبركة بالتعاون من الطرفين في طاعة الله مثلا والله نقرأ القرآن البركة تبدأ بأن يصلي معا هذا وارد في السنة أن يأخذ بناصيتها وأن يدعو وأن يصلي معا ويكون هو إمامها وهكذا فتبدأ الحقيقة بطاعة الله وبالذوق الرفيع الذي يستوحى من كتاب الله عز وجل ومن سنتنا عليه السلام البركة أن يكون هناك التواصي بالحق والتواصي بالصبر يعني البركة أن يكون هناك مجلس ذكر بينهما حتى في فترة الخط بعض الناس يستغربان يقول لك كذا يا أخي هذا ليس الآن بالعكس يعني هو الإنسان لا مانع طبعا أبا هذه زوجته وهي عليه حلال هن رباس لكم وهن رباس لكم والله جل جعل يعني الحقيقة قضاء الوطر هذا أمر مشروع لا إشكال لكن حتى يعني بعد الموافقة على هذا الزواج وجلسها معا أن تكون لك بينهم مجالس وأن يكون هناك تدارس لكتاب الله عز وجل لسنت النبي عليه الصلاة والسلام هذه بركة كتاب الله عز وجل سكينة طمأنينة بركة نور شفاء ما في الصدور وحقيقة الإشكالات كلها حينما ينزع هذا الكتاب حينما تنزع السنة هنا يكون تكون المصيبة والجريمة والطام ونحن نقوله تعالى بالله شيخ ونختم بهذا السؤال ونفس السؤال نسأل إن شاء الله الشيخ عبد الله نريد أسئلة سريعة وإجابات فورية يا شيخ يعني اللي يضيق الوقت الصمت الصمت حل للطرفين من صمت نجا يعني مثال هذا الزوج الآن بدلا من أن يخرج هذه الكلمة التي قد تؤدي إلى الطلاق أو إلى إشكالات أو أن تضربه أو أن يضربها أو أن يضرب بعضهما بعضا مثلا صمت فلن صمت نجا ينجو عند الله وينجو من الإشكالات حديث الوسادة حديث الوسادة يعني أمر من جملة الرفق واللين يعني حقيقة يلطف الأمور ويطفئ العاصف النارية التي ذكرتها في بعض أسئلتك أسرار البيوت أسرار البيوت إذاعة الأسرار سبب في المصائب وإشعال النيران وحفظ هذه الأسرار من مكالم الأخلاق وسبب في الهدوء ويعني السعادة بإذن الله اللمسات الحانية اللمسات الحانية يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلى رحمة العالمين هذه رحمة من الإنسان تلطف الأمور وتكون سببا في دوام العشرة والألفة والمحبة بين الزوجين أنا فلان بنت ابن فلان أو أنا فلانة بنت فلان الله هذه من الأنانية ومن تقوى الله عز وجل وهذه من أكبر معاول هدم يعني حياة الزوجية الحقيقة وفي بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لدك الباغي فهذا من الاعتداء وهذا من البغي وهذا حقيقة لا ينبغي أن يكون لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة والتواضع من تواضع لله رفعه الله قبل وقبلة والله يعني لو جعلنا القبلة قبلة المحبين في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى فكما ذكر يعني في الحديث جزاء الله خير الشيخ استرسر بعض الشيء يعني حال يعني فيما يتعلق بالصلاة وذكر نقاطها ووقتها أو من بعض مواقع وقتها ليس من باب التحديد بل يعني من باب اللفتة في أهمية ذلك وما يتعلق كذلك بالصيام فلا شك أنها يعني بريد المحدة وتزيد في ذلك الشيخنا للقرآن جمالية جمالية في التعبير فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ما هي خصائص اللباس؟ نعم هذا من الحقيقة تشبيه بريغ جدا ومن التشبيه الجميل يعني عندما ننظر إلى اللباس وإلى الزوج أو الزوجة أحدهم للآخر سنجد أنه يعني اللباس كمال يعني الإنسان العاري أو المرأة العارية فيه نقص فالمرأة بالنسبة للرجل وكذلك الرجل المرأة كمال اللباس زينة كذلك الرجل تزين بزوجته والزوج تزين بزوجها اللباس حماية وأمن يحمي الإنسان من القر والحر والآخره كذلك الرجل أمان بالنسبة لزوجته والزوجة بعفتها وصيانته له لماله ولأهله أمانة وحماية اللباس ستر للعورة الحسية والمعنوية كذلك الرجل يعني ستر لزوجته فهو يعففها وإذا رأى منها عيبا يعني حسيا أو معنويا أيضا إما أنه يستر عليها وإما أنه يتغاضى عنه ويتعامى يعني ما جاء في حديث أم زرع لما قالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد الفهد يعني يجعل نفسه كأنه نائم يعني عمل نائم لكنيش صاحي ويتغاشم عامل نفسه مش شايف فيرى بعض العيوب ولا يتكلموا لا يذكرها بكل عيب لأن العيوب كثيرة فلو أنه ستقول أنت تتبع عيوبي وهكذا وبالتالي في قضية اللباس يغطي كثيرا من الأشياء التي ربما تظهر اللباس قد يعني يمنع ظهور بعض التفاصيل قد تكون يعني باعتبار معين جيدة ومطلوبة ولذلك هذه التفاصيل بالنسبة للأجانب تحتاج لللباس السابق كبير وبالنسبة للزوج تحتاج لللباس مختلف وبالتالي هنا لباس لكم وأنتوا بلباس لهم إذن من خصاصها الملاطفة الجمال اللباس ملازم لللباس جمال وزينة وهكذا شيخنا أسئلة سريعة وإجابات فورية شيخنا لنختم هذه الحقل فإن شاء الله الدلال والدلاء نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا عائش كرامتي ما تسمح لي بين الرجل وبين الزوج يعني أنا ونفسي كيف يكون بيني وبين نفسي كرامة ما يؤذيها يؤذيني فبالتالي ما ينبغي النظر إلى هذه القضية بحيث أنه يجعل بين الزوج وبين الزوج حدود هذا الحد لا تتعدى الحقيقة تصبح حياة شاقة لا الأصل أن يكون السماحة هي الأصل أنا حر أنا حرة يعني قضية أنا حر أنا حرة لا هو ليس حرا وليست حرة باعتبار التصرف تجاهها ولا باعتبار أن يتصرف في نفسه ما يشاء لأنه ما يضره يضرها في النهاية فكيف حر إذا أنت رجل طلقني الرجل لا يستجيب لمثل هذه الكلمة الاستفزازات السريعة لست بخدامه الحقيقة أنها باعتبار معين ما ينبغي للرجل أن لا يرى مرأته إلا خدامه كذلك يجب عليها أن تخدم زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية لبيت زوجها وولده ومسؤولة راعيته فهي لا يلزمها الخدمة لكن على أن لا يجعل الرجل من ذلك يعني أن يسخرها للخدمة فقط ويدع أسباب يعني هي تأخذ مقابل هذه الخدمة أن الرجل أيضا يخدم في بيته الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة عائشة رضي الله عنها سأل عروة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت ما يفعله أحدكم في بيته يخيط ثوبه ويرقع ثوبه ويخصف نعله يكون في خدمة أهله فإذا سمع الأذان يعني عادي خلاص الرجل يأخذ مقنة سكرباي وينظف شوفهم لا مانع ما المانع أحيانا الرجل يكون له لمسات على الطعام لا تكون للزوجة يا حياتي يا روحي يا عمري هذه الكلمات أحيانا مرأة في لحظات معينة همسة مثل هذه الأمسات تسرق في قلبه من المباشرة عاطف جياشة وبهذا القدر نكتفي ولا يسعني في الختام إلا أن قول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته